والله هو الراجل كويس وانت كويس لا مو كويس لا مو كويس انت قاعد جامل لا لا مش بجامل لا لا انت قاعد جامل لا الموضوع مش مستادل يعني انت عشان يعني تفهم في التمتير انت خبرة في التمتير صح؟ كم لك؟ يعني خمس سنوات ست سنوات أكتر صح؟ أكتر شوية آه خرر الجيشي أنا خريج أكاديمية الفنون طيب آه عدا شغل بقى؟ آه يالله أبراهيم هنعمل فقرة الانشاش والأستاذ هبة هيقيمك والجمهور برضا هننزلها على الهاشتاج ونبقى خلصنا كمان من الفقر دي في فقرة كده أبراهيم هينشت فيها هو منشد آه عظيم عظيم انا ما تعرفتش عليه من أول الحلقة ما عارش هو أصلا بيشتغل ايه هو منشد أبراهيم هنشتغل ايه؟ هنشتغل ايه؟ حباز حباز يلا سعادوا علي بسم الله بسم الله ويرجعنا لكم تلا هزال مشاهدين مع أهاب بكير يا كبير يلا ويرجعنا لكم تلا هزال مشاهدين مع أهاب بكير الحبيب الغالي الفقرة دلوقتي الفقرة المولعة الناس معانا هلاشتاج الجار للجار هتقيم معانا الأستاذ إبراهيم النقيب المنشد هينشت لنا حاجة احنا أول مرة نسمعه دلوقتي وهنسمع منه الانشودة الجميلة اللي هو بحضرها لنا وهنقيمه قدام الناس وبرضو الناس معانا على هاشتاج الجار للجار هتقيم معانا وتشوفها تديله كام من عشرة والأستاذ إيهاب بكير هو الحكم طيب طيب أول شي أنا جدا سعيد أني موجود معاك هنا في الستيديو أستاذ إيهاب الله يخليك أنا أسعد الله يخليك وأنت ما شاء الله تبارك الله خرج فنون شعبية والشاء الله لا لا فنون طبيعية طبيعية فنون طبيعية أستاذ إيهاب خارج فنون طبيعية طبيعية قسمه مصرح قسمه مصرح قسمه مصرح الله يسعدك ما شاء الله تبارك الله الله يخليك بس أنت كيف شفت أدائي في التمثيل هو فين أن أدائتك أمسل تمثيل إحنا فين لسه حمممممسنناش إحنا ننشك حاجة الكراءة كيف تمثيل حصل بس عرمجينة المشهد تعرجب؟ حاجة رجب لسه الراجل كان بيمثل معك مش واخد بالو وانا أصلا كنت بطلع على الجبل هنا فمش مراتك بل الظفت لسه ده موضوع آخر يلا أبراهيم ننشد الأنشود على الصورة بتاعتك والأستاذ إيهاب هيقيم في قدام الناس نشوف فكرة الإنشاد والجمهور برضه هيقيم في الهاشتاج يا جماعة الجار للجار قمرن تعرف أخي؟ قمرن سدنا النبي طبعا صلواته بحلو؟ صلواته بحلو؟ لا بس قدرك موسيقي تسمع تميز الشين من الحلو طبعا الحمد لله الحد الكبير يعني قمرن 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 سدنا النبي قمرن و جميل و جميل و جميل سدنا النبي و جميل قمرن يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صندوق رغيرة الله عليه وسلم قيّم يا بب لا حول عبقوتين للأبن الله قم الله سهم؟ حول عبقوتين للأبنcz عليه العظيم أنت قاعد تقول أذكارها صباح والمساء؟ والله لا عادي معنا الجمهور معنا هذه الوقت هيقيم الأستاذ إبراهيم في الأنشاء ده لا لا وإنت نسمع تقييم الأستاذ إبراهيم بكير من عشرة يا خو كم؟ قل الحق ما تجملش لا هو في مشكلة يعني عندك الأستاذ إبراهيم أنا؟ أه في مشكلة حساسية بس صدري لا 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 في مشكلة والله يبجت أنت شايف هيه أستاذ بسير؟ أنا يعني محيط غلينا إنت أصلا مشطة ثم أحد قال لك أنت مشطة هو بيقول عنها بسهوَز سبراهيم بيقول عنه بسهوَمانشت هو أساسا عنده ررأة تسوكيل شايع دني بنت حسين يداك في صادقة هو الراعي بسطع البرنامج هو البائدمه على اسم أنه هو منشط قيم بتاع الشاي بيقدمو على أنه هو لا هو عنده برأة راعي بسطع البرنامج بتاع البرنامج التجار للأ знать هو اللي عنده ربنا يوفقه تقييمك إيه للـ؟ مش عارفة أنا رأي أنا مش عارف يا حبيبي إحنا ما أقول أنا راجل برضو مش موسيقي يعني بس إذا ما قلت لك إنت تفهم في الحاجة الحلوة أنا قلت لك آه يعني الحمد لله وإذني بتميز آه يعني وإذني بتميز ما بقول لك أنا ميزت أو لسه؟ لا مش عارف يا أستاذ إبراهيم والله مش عارف أقول لك إيه يعني أنا حاسس أصلاً المشكلة مش في الصوت بس يعني المشكلة مش مسألة صوت مشكلة فيني أنا كلها لا بأخلاقي؟ لا لا خلص أنا سمح الله محدش الموضوع ملوش علاقة بأخلاقي خلص طيب بش يا حبيبي إنت ليش ما تدخل في الموضوع؟ إنت راجل زي الفل والله إنت خش في الموضوع لا إنت بتنشز يا أستاذ إبراهيم ده النشاز اللي إنت عملته ده إيش عني النشاز؟ يعني أنت مش بتصغني أصلاً الغنم مش سليم الغنم الصح كم من عشرة عطيني؟ يعني أنا سمعت دي من الناس من الناس إيه؟ وأنا إيه؟ إذا الناس كده وأنا إيه أنا كده؟ لأ مش الأwechsel مش الأصدق إبراهيم يا غالفر وصل الله نوع تقييمك راجل حكم؟ يعني أنا على قدي أنا تقييمي على قدي أنا راجل مش مناسبتي وإن شاء الله أشوف جسمك كبير لا مش لا مش ده خالص حتعقالي تقييم كبير غالص لا 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 أخبر conflicts أنا ما قريبهكش أنا مش أهلي للتقييم ده يعني لا قول قول رأيك لا 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 أستاذ باسيم يقيم أي حد يقيم يا حبيبي يعني كيف يعني أنت ما عندك أذن؟ عندي أذن عشان كده بقولك أنت نشاز يعني صفر إيه؟ لا أنت بتنشز أنت مش بتغني صفر يعني صفر ما هو يا ريس ما هو الصبع ما هو ألخ ما مش عارس دي مش عارس يحرقك يحرجني؟ أيه مش عارس يحرجك يحرجني بالنار ولا يحرجني به؟ لا يسببك إحرامك يكسفك هو أداس تهبال وبيقلي مني وأنا دخلت عشانك عند يعني هو فاهم معنى للفهات البرمية دي عند يا بشا لا هو مدرك هو بيقول إيه؟ هو مدرك أنا هو بلي يا هب لا أنا أصلا هو ممكن يكون بس فرق اللغة فهو مش فرق يعني وقالك يحرجني تفاكرين زيك أخدت بالك من يحرجني بالنار دي آه يعني ده إفه؟ لا المفروض يا إفه ماشي هو يعني ما تبقى تحرجني كيف يعني على أصلا ممكن تكون يعني أنت فهمته غلط أصلا هو واصله إنك كنت بتتاريق فممكن تكون إنت مش بتتاريق ممكن تكون إنت بس الكلمة مش واصلة أنت قلت لي ما بيحرجك ليش يحرجني بيحرجني كيف يعني لأن حددك صوتك مش أحسن حاجة صوتك ضعيف فهو رايب قيم على كده فهو مش عاوز يقول لك صفر عشانه قدام الجمهور ما نفعش يبقى لا ما قولش صفر أنا قولش صفر ليه يعني ليه ما تقول صفر لا أصلا مش زي ما قلتلك أنا راجل مش مش أنا لحقيمك يعني يقولك صفر ولا مش صفر لكن على قد يعني راجل بسمع كويس بس ويني كويس طيب ليش ما تقول صفر فأنا سمعت الأغناء دي من تازع مطرب انت عمله تحقيق لا مش تحقيق تم خلاص ما عايزه نخش على اللي بعده بس صورة إيه صورة إيه يعني فيه إنت ممكن الجمهور بقى مش ممكن الجمهور مش بشتبتول بيخشوا على تويتر وبيعملوا الحاجات دي ما عادي بقييم وهم طيب يا باسيم حدثك على نوع راسي رأي البرنامج بس فيه هنا نايس بتشتغل فيه هنا موعد بفلوسي تمام دخلها لنفسك بفلوسي دخلها لنفسك بفلوسي شغالها بقى في الشاي في القهوة في السكر بس صورة مع نفسك طيب يلا انا أتكلم بقدد طيب مش هنختم لله نختم الحلقة نختم الحلقة خلاص يا إبراهيم والله أنا مري متحملك من يوم ما جيت هنختم الحلقة انت قليل حياة لا 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 ما فيش دعا للغلط نازل يد لك المثنين من غير غلط من غير غلط لك المثنين لا زي هو مو محترم لا لا بقول لك الناس النخرت لك ب مصبح کو Cos ايه ده. الله العظيم يا تحال. اينها هم هو? احف انت فين. لا لا بس يا سوري. سيبه يا بس ****. احنا فينا. ن paradigm change. احنا في انا مرتب نحلقة خلاص يا ابراهيم. ايه ده? سيبوه تعالي بس يا سوري تعالي بس يا ابراهيم. ما ما زالش للدرجات لازم ups. سيبوه. يا سوري ممكن تخليك بره يا سوري. انت ساولي. 36 خلاص? خلاص صعيم. يضحك موضوع يعني فيه إيه؟ مش حاجة تستطيع أساس دي سعدوي شايفنا؟ أنت معنا؟ سعدوي معنا؟ ممكن نختم الحلقة؟ نختم الحلقة ما تشوف حل في الموضوع نختم الحلقة ونمشي باللعلك 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 يلا قعد عابوب نختم عابوب فلوسي أنا جايبهم فلوسي ما صح؟ بس عابوب أودا باش عشان نختم الحلقة وعابوب كده يلا سعدو يلا 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 يهو يبقى يلا يلا ده المجد استحالة يلا يلا السعداء ودينا يا أكشة أعزائنا المشاهدين وصلنا لآخر برنامجنا النهاردة الجار للجار مع الأستاذ إبراهيم النقيب اللي شرفنا ومنورنا وكان معنا النهاردة ضيف خفيف لطيف جدا يعني نورنا صح إبراهيم؟ صح إيه رأيك في اللي حصل؟ مجلب حلو وشربت المجلب عجبك ولا إيه؟ تراك في برأيه ماشي هاي ماشي يا عميل يا عميل يا عميل يا عميل عميل حفير؟ يا عميل حفير عميل بالألب والرهم عميل بالفلوس يا كلاب فلوسك دي هناك يلا 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 ربعلا الله أنت عايلي فورد أنت عايلي كنت سوري؟ خلاص الله 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 حبيب أستاذ زيحاب حبيب أنت لا أستاذ يا حبيب بنقلب ونروح على برنامج لرمضان نزيع نزيع طبعاً إن شاء الله مسامحنا؟ لا طبعاً بالله عليه بالله عليك أحب دي أقول لك لا بالله العظيم لا 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 محدش أقول لك ما حصلش ما حصلش انت جمهورك دلوقتي يجي شوفك أحب كلا يا جماعة من الممثلين من المختارين قدن وإنسان جميل قوي 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 كلها الشرف إن أنا اشتغال معايا في مسلسة حواليات منسية بجد ربعاً العظيم نورنا وشرفنا النهاردة وجمهورك بتفرع جالك دلوقتي في رمضان مصدوم مني قول لهم كلمة حلوة يعني أنا سعيد إن أنا موجود معاكو في البرنامج ده يا عيوني يا عيوني هم فعلاً عملوها فيها بس يعني أنا مبسوط والله بالبرنامج ومبسوط إن أنا معاكو في رمضان وكل سنة وإنتوا طيبين ويا رب يتبقى أيام كلها خير وبركة يا رب بإذن الله ونقل سلام